السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح ناخذ كيف نعمل أبديت للوكيشن الخاص بنا بالاعتماد على الجي بي أس اللي موجود في الجهاز سواءً طبعاً في للناس المتعرف في ثلاث طرق ممكن تحصل الجي بي أس موقعك الحالي اللوكيشن خاص بك عن طريق الأنترنت إذا كان جهازك مربوط بالأنترنت عن طريق الجي بي أس اللي موجود في جهازك الحقيقي يعني جي بي أس سنسور أوكي وفي عندك عن طريق شركات الاتصالات عن طريق الأبراج يعني الموبايل اللي يقدر يحصل اللوكيشن مالتك الخاص الادرويس للعنوان مالتك الحالي على الخريطة من ثلاث أماكن يا أما من الأنترنت في حال توفره يا أما من الجي بي أس اللي موجود الحساس اللي موجود السنسور اللي موجود في جهازك يا أما من الأبراج اللي موجودة حواليك لشركات الاتصالات طيب إذا حبيت أنه أنا أعمل أبليكيشن بسيط ام بي تي اكتيفتي بالبداية ما رح نختار خرائط خلينا نجرب جي بي أس ونقولها فينش ليش؟ لأن حتى ندرس أول شيء جي بي أس كيف نتعامل معه ككلاسات وبعدين نجي ندخل استخدام الخرائط معها طبعا في البداية دا أعمل طبعا بروسس رانينغ نحتاج أنه نعطي ترخيص لتطبيقنا أنه يستخدم نظام الجي بي أس نحن نعرف بعد الـ 23 بلشت جوجل أنه في بعض الأجزاء من التطبيق سواء هاردوير خصوصا هاردوير عفوا يجب أخذ رخصة وفيه سوفتوير أيضا يعني مثلا الدليل الهاتف مثلا دليل الهاتف ليست تحساس هو سوفتوير موجود في جهازك بس لكن يحتاج إلى رخصة ففيه عندك أشياء أو أجزاء في الأندرويد تعتبرها جوجل من الخصوصية فالجي بي أس معرفة موقعك الحالي تعتبر من الخصوصية فالإذن أي شيء يعتبر من الخصوصية من 23 فما فوق الـ API يجب أخذ رخصة المستخدم فمعناتها أنه هنا لازم أي شيء أطلب الرخصة فأجي أقول لها Uses Permission عدنا فيه شيء اسمه Access Find Location تمام وفيه عدنا أيضا Uses Permission عدنا شيء اسمه Location Cross Location Location هذا Course Location تمام هذول الثنين لازم أنا أضعهم في المنيفست بعدين أجي أقدر أستخدم الـ GPS فإذا أجيت على المين اكتيفتي هنا في المين اكتيفتي أحتاج أنه أعمل Object من هذه الكلاسات فأقدر أقول Private بما أنه راح أستخدمها فيه داخل هذا الكلاس فقط أسميه أو أطلب Location Manager Location Manager هو كلاس أصنع من عنده Object Private أحتاج شنو Location Listener اللي هو راح يتابع حركتي هذول الثنين أنا محتاجهم طبعا الخطوة التالية أنه إحنا نيجي نعرفهم في داخل من OnCreate نتعودين إحنا OnCreate صديقنا أصبح Location Manager يساوي لي New أوبس New Location Listener أوكي اللي هو موجود بها Function هذا الFunction خاص في حالة إذا Location يعني ما كانك تغير عندك أنت تمشي تمام OnStatusChange OnProvideEnabled ProviderEnabled يعني أنه صار عندك الGPS متوفر أوكي فعندك أكثر من Function OnProviderDisabled ينتهي ملاحظة مثلا أنه تم انقطع الGPS على سبيل مثال وخلافه أوكي هذي تتحتاجهم بلس أنه هنا ندي ينطيني Error لسبب بسيط لأنه يقولي Cast أوكي أعمل لكاست اللي هو بين قوسين Location Manager Cast لل Location Manager هذا يحتاج تعمل لكاستين تمام فبعد هذه الفنكشنات هنا أنا عندي هذا بالنسبة المن بالنسبة لل Location Manager فارز المناقة طي يحتاج خلاص نجي Location Manager Dot فيها فنكشن اسمه Request Request Location Updates اللي راح ياخذ Location Manager Dot GPS Provider وبقية الخانات اللي هو Distance و Location Listener ما يحتاج 0 فارزة 0 أوكي هذا المن Distance وإلى آخر من أمور تمام ففارزة يحتاج من عندنا شنو Location Listener أوكي بهذه الصيغة Location Listener طيب هذا الشي يقولي هنا error دي يطلع لك طبعا هذا راح يطلع بهذه الصورة خلي نزل لي جوا حتى تشوف بقية الابتدادات هذا شنو ديشتكي 100% يريد Permission لاحظ هنا يقولك Add Permission Check خلاص ضفنا لاحظ ضعف لك شنو Check Self Permission اللي هو راح يطلب من عندك لازم نضيف Permission المال طبعا And في هذا Permission تقدر أنه تعمل شي هنا يخلص OnCreate نعم حالو هنا تجي تستخدم أحد الفنكشنات OnRequest تذكر عملناها بالSMS وأيضا بالCall فنقدر نقول generate في عدنا override method OnRequest Permission لاحظ OnRequest Permission Result هذا double click تذكرون صديقنا هذا تعاملنا ويا صح يوهاي هذا ليش حتى يطلب من عندك أنك توافق على الطلب يعني توافق على Permission فشنا نعمل هنا تذكرون نحسن نمسح السوبر وشنا نطلب من عنده check if إذا كان grant result شنا نقول dot length أصغر من صفر وبعدين نتأكد أنه القيام موجودة يعني grant result ل zero هي تذكرون package manager dot permission granted هذا اللي كان نعمل حالو if إذا عدنا context text compact اللي كان check إنا permission اللي هو self check self permission لهذا activity this و manifest dot permission dot access fine في عدنا شيء اسمه access fine location أوكي اللي هو المسؤول عن gps فنقدر نعمل بهذا الصورة حتى يبين عندك أوكي بعد القوس بعد القوس لل access fine location يساوي يساوي من package manager package manager هذا granted دي هذا الصيغة نفتح قوسين ننزل دي هذه الصيغة حتى بس نتأكد إنه أنت وافقت عالطلب فش رح نعمل هذا نقدر ناخذ copy ونيجي نعمله paste في حد إذا وافق وافق عالطلب خلاص إذن أنت عندك permission موجود أوكي بس هنا هذا كل الكلام comment فنقدر نمسحها شي يريد من عندنا يقول هذا ما نحتاجه بعد ليش لأن هنا وضعنا بالoverride وهذا رح يشيك إذا عندك permission أو لا بس لكن في عدنا هنا context compact أوكي هذا رح نحتاجه إحنا أو لا activity activity compact رح نحتاجه dot اللي رح يطلب الpermission في حات إذا موجود permission this and manifest manifest dot permission والpermission ما تنش نهو this منيش هاذا permission request permission this and ما يحتاج من manifest رح نمرر بيها قلنا string عدد ال الpermission اللي احنا نحتاجها أوكي اللي هما access find location اللي هو this one أوكي access find location هذا اللي احنا نحتاج انه مرر ها ف رح يكون شو رح يكون هنا هننزل manifest dot permission dot access find location هذا اللي نحتاجه بعد القوس المجموعة فارزة zero هذا منه قلنا request code طبعا تقريد تسميها zero one two three على سبيل المثال تبراحتك قلنا هذا ارقام ما رح نختلف عليها خلينا نجرب اذا شغلنا التطبيق هل رح يطلب من عدنا request لاحظ هنا عرفنا location manager location listener location listener جئنا هنا عملنا object location manager location listener مجرد انه عرفنا في داخل عرف ال function override ناجح نتحقق اذا هو عامل check permission تمام هذا نقدر نعمل بهذا الصيغة عند هذا بهذا الصيغة حتى يكون كل الكود واضح ماما كوك يتأكد لنا انه عندك access fine عندك رخصة او تطلب رخصة من user انه يوافق عليها وهذا رح يعمل runtime يشتغل رأسا بمجرد تشغيل التطبيق انه يطلب من user المعلومات فاذا اجي على التطبيق لاحظ allow my gps to access the device location هل تسمح الجهاز مالتك انه التطبيق هذا يستخدم gps الموجد في جهاز لانه ضروري في عمل التطبيق فتقدر تقول allow بمجرد ما انطيت allow معناها انت وافقت على gps مجرد انت تنطي الallow طبعا اذا حبيت انه انت تشوف gps فكل اللي تحتاج انه تجي في on change location تقدر تستخدم log d مبدئيا log d تمام جدنا هنا مثلا نكتب location أو my location my location و فارزة تنطي لشنو location dot to string رح يحول لك يا string تمام latitude والlongitude فخلني اجي نعمل مرة اخرى الrun حتى يشتغل التطبيق وحتى نقدر نشوف location مالتنا الحالي طبعا هذا رح نتمد على الامل and اذا جيت على run ok المفروض ينطي ال location تمام تمام هنا نعم this one location save point بنقول ok set location ok او ممكن هنا تكتب مثلا iraq صغره oh here here tamam فستيอ Chair تاخذ كم نقطة this one save point Sully one okay اذا قلنا للاحظ عدنا start a route edit delete set location to this one and نجي نقول لرن من جديد if check permission activity compact if check permission يساوي يساوي granted شغلة else هل نشيل هنا ال return and لين هذا if else تقدر تنطينا location احنا هل نرجع مرة اخرى نقول لرن اول شي خليني تاكد انه اوكي في عدنا location تلاحظ اه اشتغل لاحظ بران بلش يشتغل وهنا انا بالlocate لو نقول ل location لاحظ دي لوكيشن دي يعطيك ال gps اللي احنا انطينا ليا تمام هذا ال gps لو اخذا راح اشتغل على الماب اذا جت في google فقط عملت لاحظ اخذك وين الى سليمانية تلاحظ الى سليمانية فجميل جدا هذا اشتغل اوكي يعني في حالة انه check اذا كان عنده permission ولا لا اذا عنده permission اذا ما عنده permission اطلبنا عنده اذا عنده permission خلاص else اعطينا location مالتنا حلو هاي الطريقة الاضمن طبعا اه في عندك شي هنا 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 يطلب الpermission من من يطلب الpermission اه اذا انت كنت من ال sdk اللي خلي نقول اه الاعلى 23 او اعلى طيب لو كنت اقل هذا ما راح يشتغل فاذا نقدر نعمل شي اهنا نعمل if build dot build version dot version يعني dot sdk init اذا كان اه اصغر او يساوي او اصغر من 23 فقط تمام المفروض اذا كان اصغر اوكي وهنا طبعا نقدر نقول له else اذا كان اصغر من 23 يعني جماعة الاجهزة القديمة فهذا ما يحتاج الى permission رأسا نشغل ال location صح هذا اللي احنا اتفقنا عليه اوكي else اقدر اشيل هنقول else هذا هنا موجود هذا كل cut واضعها في دخل else حلو طيب هنا شنو عدنا مشكلة ليش اد check permission ما يحتاج اد check permission هنا لانا this one provide feedback on this warning suppose add missing permission annotation المفروض انو ما يسالني هنا لانو اذا كان اقل من عنده يعني ما يحتاج هنا location provider اوكي اوكي خلينا نجي نعمل له run طبعا هذا اذا كان اقل اصغر من 23 اذا build sdk in it كان اقل لاحظ شغال هذا التحذير ينطق هيالين على مود ال sdk اذا كان اقل بس احنا نعرف انو الاجهزة الحديثة مالتنا اذا هي اكبر من 23 فلن يتم تنفيذ هذا يعني الاندرويد ينطق هذا التحذير بس على مود يحذرك انو ممكن يطلع لك error بس هو ما يعرف انو احنا عاملين build فنقدر نقول له surprise او add اد هذا التاج في عنده تاج خاص يضيفه حتى شنو حتى ما يطلوها من عندك لاحظ this one اختفه هلنعمل له ctrl z لاحظ ظهر هذا في حالة تريد تخفيه لاحظ surprise اللي هو add surprise link to missing permission annotation فهذا انشاء يختفي اوكي لان احنا ما نحتاجه هو اقل من 23 فهو ما عادي وين المشكلة اقل من 23 ما يحتاجه لرخصة لكن الاكثر من 23 نعم لازم يحتاجه لرخصة فبالحالة ادنا gps ايضا اشتغل لاحظ بده يحدث location اوكي لان قلنا طبعا هذا يفيدك جدا هذا الفونكشن لسبب بسيط هذا الفونكشن اللي هو on on location change كل ما يتغير locationك رح يعمل فات شيء معين اوكي كل ما يتغير locationك يعمل لك شيء جديد فخلونا نوقف هنا نكمل وياكم ان شاء الله بالدرس القادم لهنا نقول لكم ما سلام ما سلام اشتركوا في القناة